أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة اليوم بمسجد المشير تنطوي في التجمع الخامس وذلك تزامنا مع ذكرى يوم الشهيد كما أدى الصلاة مع الرئيس السيسي كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الدخلية محمود توفيق وعدد من قيادات القوات المسلحة وكبار الرجال الدولة والمسؤولين كانت تخطبة الجمعة بعنوان القيمة والتضحية في سبيل الله ومنزلة الشهادة حيث أكد خطيب الجمعة الشيخ سيد عبدالباري أن الاحتفال بيوم الشهيد يعرف أجي لنا الجديدة أبطال الأمة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم مصر داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقادتها وجيشها من كل شر